هتكلم بصراحة شوية بعد ما تش سموحها قلت الاهلي قدم عرضا سيئا للغاية وقلت ان مباراة فاركو باستثناء اخر ربع ساعة الاهلي ما كانش كويس مباراة المحلة شو تاري ما كانش كويس ومباراة الاتحاد شو تاري ما كانش كويس مباراة الاهلي وصورة ميكا النهاردة واحدة من افضل مباراة اللي قدمها النادي الاهلي على مسؤوليتي كلام انا مسؤول عني شايفها مباراة كويسة شايفه اداء كويس شايف اللاعبة كان عندها روح شايفها وصلت سددت شاطت انفرضت ضيعت محمد بسام دايما يومه قدام النادي الاهلي دايما محمد بسام النهاردة بيستعيد فرموته في الاسبوع العشر امام النادي الاهلي وهائل وكان رجل المباراة ارقام المباراة بتقول 28% استحواز لسيراميكا 72 للاهلي الركنيات واحدة جي منها جل سيراميكا 15 للاهلي تزداد 6 لسيراميكا 22 للاهلي على المرمة 2 لسيراميكا 10 للاهلي لعرضيات 5 لسيراميكا 35 للاهلي الصحيحة واحدة لسيراميكا اللي جي منها جون 9 للاهلي صناعة الفرص 4 لسيراميكا 18 للاهلي الارقام دي يا جماعة ما بتجدبش فانا ممكن اعمل ماتش كويس والنتيجة ما تبقاش كويسة انا نفس التحليلي على هذا الاساس بيعجبني اوى فساس حسن مستكاوي لما يكلمني يقول انا ما بحللش ابناء على النتيجة هنا لدفاع النادي الاهلي ان اكتر من انتقض النادي الاهلي في مباراة سموحة الواحد في الوقت الضايع لكن مش معنى ان الاهلي اتعاد المباراة ان انا اطلع اقول الاهلي كان وحش لا الاهلي ما كانش وحش الاهلي ما كانش وحش ابدا النهاردة والاهلي قدام مباراة طيبة من الديا الاولى الديا الاخيرة وبيلعب سيراميكا برضو فرقة محترمة